Hello everyone, welcome back to Learn English with Yusra في فيديو اليوم سوف نقوم بقراءة وإنجاز تمارين الصفحة 56 و 57 من كتاب Focus للغة الإنجليزية سوف نبدأ بالسؤال الأول هنا لدي clothes in the world الملابس في أنحاء العالم السؤال الأول يقول match the photos with the description then find the countries هنا لدي أربع صور ولدي أربع نصوص سوف أصل الصورة مع النص المناسب وأجد البلد الذي به هذه الصورة إذن هنا لدي النص الأول لدي country نقطتان لدي I live in Edinburgh أنا أعيش في إدنبورغ On special occasions I wear traditional clothes في المناسبات الخاصة البسم الله بالتقليدية A black vest سترة سوداء A white shirt وقميص أبيض A red and blue skirt تنورة حمراء وبها لون أزرق called clits هذه التنورة تسمى clits long white stocking and black shoes وارب بيضاء white stockings and black shoes واحدة أسود هنا لدي هذا الشخص هو يعيش في إدنبورغ إدنبورغ موجودة في سكوتلند إذن هذه المدينة أو هذه البلدة هي سكوتلند والصورة المناسبة لهذا الشخص هي الصورة رقم C كما نرى هنا C إذن النص الأول البلد هو سكوتلند والصورة المناسبة هي C الآن سوف نمر إلى النص الثاني لدي country وفراغ سوف أملأ هذه البلدة بعد أن أقرأ النص لدي هذا يوم خاص في ليما women wear white top hat النساء يرتدينا قبعات بيضاء فوق رأسهم long colorful dresses وفساتين طويلة ملونة and light sandals وصنادل فاتحة they also wear scarves around their neck وأيضا يرتدينا وشاح scarves هو وشاح حول أعناقهم هنا هذه البلد لما موجودة في البرو والصورة المناسبة لهذه النص هي الصورة A إذن country بيرو والصورة هي A بالنسبة للنص الثالث لدي country كالعادة وفراغ النص يقول these are my grandparents in Bangkok هؤلاء أجداد في Bangkok they wear those clothes on religious occasions يرتدون هذه الملابس في مناسبات دينيا their clothes are long and colorful هذه الملابس طويلة وملونة they wear ribbons around their neck ribbons هو شريط يرتدون شرائط حول أعناقهم إذن البلد هو تايلند والصورة هي B بالنص الرابع لدي البلد ولدي فراغ this is a traditional feast in Dakar هذه وليمة تقليدية في Dakar men wear long orange yellow and black clothes الرجال يرتدون ملابس برتقالية صفراء وسوداء طويلة they hold long sticks in their hands when they sink ويمسكون أعصى طويلة في أيديهم عندما يغنون they usually wear bracelets on their wrists وغالبا ما يرتدون أساور في أيديهم هنا هذه البلد لدي داكار داكار موجودة في سينيغال سورة المناسبة هي D الآن سوف نمر للتمرين الثاني والسؤال يقول choose photos or draw pictures of the clothes you wear in your city, town, village اختر صورة أو أرسمها خاصة بملابس تلبسها في مدينتك أو قريتك أو بلدتك write a short description for each photo or picture وأكتب نص صغير تتحدث فيه عن الصورة التي وضعتها أو صورة التي وضعتهم هنا لدي صورة قفطان سوف أكتب I live in Morocco أعيش في المغرب on special occasions في المناسبات الخاصة we wear traditional clothes نرتدي ملابس تقليدية like kaftan and gelaba مثل القفطان وجلaba نسبة للصفحة 57 السؤال الأول خاص بcommunication communication تعني التواصل السؤال الأول يقول complete the dialogue لدي محادثة سوف أتممها في هذه المحادثة لدي assistant and Nancy المساعدة ونانسي هنا الassistant لدي فرق قامت بطرح السؤال على نانسي ونانسي أجابتها yes please have you got any skirts نعم أرجوك هل تمتلكون أي تنورات هنا واضح أن الassistant قالت لنانسي هل تريدين مساعدة إذن assistant سوف تقول can I help you can I help you هل يمكنني مساعدتك نانسي yes please have you got any skirts assistant لدي فراغ ونانسي قالت red أي أحمر إذن الassistant سوف تسألها عن اللون الذي تريده سوف تقول any specific color any specific color هل يوجد لون محدد تريدين إذن نانسي قالت red والassistant قالت فراغ وdo you like it هل أعجبتك ونانسي أجابت yes I like the color but I don't like the texture نعم أعجبني اللون لكن لم يعجبها نوع التوب إذن assistant قالت لها انظري إلى هذه هل أعجبتك إذن look at this one look at this one do you like it هل أعجبتك إذن كانت هذه هي المحادثة والآن سوف ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني في grammar يقول complete the sentences using one or ones أتمم الجمل واستعمل one أو ones نستعمل one عندما نجد اسم مفرد أي singular ونستعمل ones عندما يكون لدي اسم plural يعني ينتهي بأس الجملة الأولى these shoes are expensive have you got sheep وفراغ هذه الأحذية غالية هل تمتلك أحذية رخيصة هنا لدي يبحث عن shoes shoes هو الاسم و shoes ينتهي بأس إذن الجواب سيكون these shoes are expensive have you got sheep ones الجملة الثانية I don't like this small hat لم تعجبني هذه القبعة الصغيرة give me the big أعطني الكبيرة هنا لدي يسمع hat hat هي الاسم و hat ليس بها s أي أنها مفردة إذن الجواب I don't like this small hat give me the big one one الجملة الثالثة my brother likes black trainers أخي يحب الأحذية الرياضية السوداء but my sister prefers white لكن أختي تفضل البيضاء هنا trainers هي الأحذية الرياضية كما نرى trainers تنتهي بأس إذن once سوف يكون الجواب once my brother likes black trainers but my sister prefers white ones once الجملة الرابعة the red dress is short الفستان الأحمر قصير but the green فراغ is long هنا نتحدث عن فستان dress بدون s إذن one سوف يكون الجواب the red dress is short but the green one is long one الآن سوف نمر إلى السؤال الثالث والأخير من هذه الصفحة لدي look at the headline and complete the table انظر إلى هذا الجدول وأتممه حسب المطلوب منك ففي الجهة الأولى لدي clothes أي الملابس الجهة الثانية أو الوسط colors أي الألوان وثالثة adjectives أي الصفات إذن بالنسبة لكلود لدي shirt shirt هو قميص سوف أضيف هذه الأشياء سوف أضيف shoes حداء heart قبعة trainers هما الأحذية الرياضية dress أي الفستان jacket jacket هي سترة و skirt هي التنورة pants سروال أو سراويل pullover هو الكنزة الصوفية والآن لمر إلى colors أي الألوان لقد أعطوني هنا لون أحمر أي red وسوف أتمم وأكتب هذه الألوان لدي black أسود blue أزرق green أخضر yellow أصفر orange برتقالي grey هو رمادي brown bunny white هو الأبيض والآن سوف نمر إلى adjectives adjectives هم الصفات لقد أعطوني long هو طويل short قصير expensive غالي cheap رخيص small صغير big كبير large واسع و tight ضيق إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركتهم مع أصدقائكم وسوف نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر